ازاحة رئيس الجمهورية الشرعي عبدرب منصور هادي من المشهد السياسي ونقل صلاحيته الكاملة لنائب جديد تتوافق عليه جميع الاطراف خلال ثلاثين يوما ازاحة نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الاحمر ورئيس الحكومة بن دغر والتوافق على نائب رئيس ورئيس حكومة اخرين تعين رئيس الوزراء الجديد لاعضاء حكومته بحسب المحاصصة بين الاطراف الانسحاب من صنعة وتعز والحديدة وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة الى طرف ثالث انسحاب قوات الحوثيين وصالح من الحدود السعودية على بعد ثلاثين كيلو متر تقوم الحكومة الجديدة بتعديلات على مسودة الدستور وخارطة الطريق الانتخابية وتطوير نظام العدالة الانتقالية تنص الخطة على اكمال المرحلة الانتقالية وصولا الى الانتخابات خلال عام اما في اطار ردود الفعل فقد اعلن وفد الانقلابيين تسلم الخطة رسميا من ولد الشيخ وقال انه سيدرسها ويقدم ملاحظاته لاحقا اما الحكومة فقد اعلن رئيس الوزراء بن دغر نفي استلام الحكومة اليمنية اي خطة من قبل الامم المتحدة رغم ان ولد الشيخ اعلن ان مندوبه سلم نسخة من الخطة للحكومة في الرياض على الصعيد الدولي فقد اعلنت دولة الامارات عبر وزير دولتها انور قرقاش دعمها لهذه الخطة اما المملكة السعودية فلم يصدر منها حتى الان اي موقف تجاه الخطة اما على الصعيد المحلي فقد اعلنت العديد من المناطق العسكرية ومجالس المقاومة في مختلف المناطق رفضها لاي تسوية سياسية لا تتفق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة بالقرار الاممي 22-16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني